قالت وزيرة البيئة ياسين فؤاد إن الدولة تسعى لبناء جيل من الشباب يعي الوضع الوطني لتغير المناخ والأولويات في مواجهة التحديات المناخية جاء ذلك خلال اللقاء مع النائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة ووفد المؤسسة المرافق له لبحث آخر مستجدات نسخة ثانية من برنامج قادة المناخ كإحدى أليات رفع الوعي وتدريب للشباب في ملف تغير المناخ